طبعا كلنا عارفين بدأ الدوري المصري وانتهت الجولة الاولى دوري نايل بشكله الجديد الشكل اللي كلنا يعني عجبنا بيه اتكلمنا مبارح على جمال الاخراج والتصوير ونأمل ان الامور تفضل بالشكل ده وان احنا كل فترة نبتدي نتحسن ونتحسن ونتحسن ونشوف ناحية فنية تبقى ناحية مميزة خصوصا ان احنا من خلال الاسبوع الاول وشوفنا فرق كتير انها بتحاول انها تجمع نقاط في بداية المسابقة ويمكن اكتر حاجة عجبتنا وناس كتير كلها بتتكلم فيها الحالة الجيدة للسلاسي الصعد وازاي بلدية المحلة عمل مطش كبير قدام المقولين العرب في ملعب المقولين العرب ازاي زد عمل مباراة كبيرة خصوصا في الشوت الاول قدام نادي الاسماعيلي وقدر ان هو يفوز الصراع والقتال من قبل عبت الجونة رغم تأخرهم في النتيجة قدام سموحة في ساسكندرية ولكن فضلوا يقتلوا للاخر لحد ما اتعدلوا فيعني الدنيا كويسة وكله بيحاول وشوفنا مباراة كان فيها حاجات كتير قوي مبارح زمالك والتعادل المعبرة منذ اتنين اتنين شوفنا الاهلي بعد ما خسر السوبر الافريقي ورد فعل اللي احنا متعودينه من النادي الاهلي وبيلعب مباراة وهي مباراة مش سهلة قدام النادي المصري وبيكسب مكسب كبير اربع صفر كان ممكن يبقى اكتر من كده فشايفين يعني امور يعني فنية جيدة جدا في بطولة الدوري نأمل ان احنا نستمر يعني معنا بعض الارقام من الجولة الاولى ولكن خلونا نبدأ مع حضراتكم بتسكيركم بنتائج المطشاط اللي اتلعبت في الجولة الاولى يا ريت يا ياسر كده تعرض لنا النتائج نتائج الجولة الاولى فوز طلاع الجيش على البنك الاهلي اتنين صفر فوز زد على النادي الاسماعيلي واحد صفر النادي الاهلي وفوز كبير على النادي المصري اربع صفر الداخلية وفوز مهم جدا تحت قيادة كابتن ميمي عبد الرازق على امبي واحد صفر المقاولين العرب بيخسر في ملعبه من بلدية المحلة اللي عمل مطش كبير جدا بيخسر المقاولين اتنين صفر سموحة وتعادل ايجابي واحد واحد مع الجونا فاركو وخسارة من فيوتشر او مودرن فيوتشر اتنين صفر تحاد سكندري وفوز مهم لسيد البلد في بداية لقاءاته على سيراميكا كليوباترا واحد صفر وكان الختام تعادل بيرامز والزمالك اتنين اتنين طبعا يعني بالنسبة لجدول الترتيب كلنا عارفين ان كل الفرق اللي كسبت اول مباراة عندها تلات نقاط الفرق اللي خسرت عندها صفر من النقاط في موتشين انتهوا بالتعادل طبعا بيرامز والزمالك والجونة واسموحة كل فريق عنده نقطة طبعا الاهلي بيتصدر من الاسبوع الاول طبعا لان النادي الاهلي معاه فارق اربع اهداف وفوزه الكبير على النادي المصري اربع صفر قدام حضراتكم الجدولة اهو نادي الاهلي معاه فارق اربع اهداف بلدية المحلة فارق هدفين هي ومودن فيوتشار وطلاقع الجيش اللي بدأ بفوز على البنك الاهلي في اول اللقاءات بعد كده يعني التحاد السكندري خامس الدخلية سادس سبع زيد بيرامز يعني كل دوت هيحصل طبعا متغيرات كتير جدا في الفترة اللي جاية اما تبدأ عجلة الدوري في الدورة طيب نقول لحضراتكم برضو مباريات الجولة التالتة الجولة التانية الجولة الاولى كلنا عرفنا ان هي بدأت من يوم الاثنين تلعبت على الاثنين والثلاث والاربع والخميس نفس الموضوع بالزبط في الجولة التانية الجولة التانية هتبدأ من يوم الاثنين الفرق ان الجولة التانية هتلعب فيها تمن مباريات مش تسع مباريات بعد تأجيل مباراة الاهلي مع سيراميكا كليوباترا طبعا لان النادي الاهلي حيشارك افريقيا مع سان جورجا هتبقى مباراة الزهاب يوم الحد اللي جاي على طول والعودة هتبقى يوم الجمعة 29 وبالتالي تم تأجيل مباراته يوم 27 مع سيراميكا كليوباترا قدام حضراتكم مباراة الجولة التانية البنك الاهلي وبيراميز الساعة 4 العصر ده يوم الاثنين وفي نفس اليوم حيلعب الزمالك مع المقولين العرب طبعا مباراة سواء الزمالك او براميز مباراة مهمة لان براميز والزمالك خسروا بتعادلهم مع بعض نقطتين في اول اسبوع فحيلعب البنك الاهلي والبنك الاهلي خسران المطش الاولاني من طلاع الجيش وفي نفس الوقت المقولين العرب خسران من بلدية المحلة ومن هنا حيبقى المباراتين حتبقى في غاية الصعوب يوم الثلاثة حيبقى في مباراتين الساعة 4 حيلعب بلدية المحلة مع سموحة والساعة 7 حيلعب في يوتشار مع الدخلية يوم الأربع مبارتين الساعة 4 حيبقى أمبي مع طلاق الجيش وسبع مساء الجونة مع زد طبعا ناس كتير أهم يستطيع أن نمطش الجونة مع زد الأربع برضو كان فيه مباراة الأهلي وسراميكا كيليو باترا ولكن طبعا تم تأجلا أن الأهلي بعدها بـ 48 ساعة حيلعب مباراة العودة أمام سان جورج الأسيوبي يوم الخميس حيبقى ختام الجولة الثانية الساعة 4 المصري في مواجهة فاركو والإسماعيلي في مواجهة الاتحاد السكندري نفس الموضوع المصري خسران خسارة كبيرة من النادي الأهلي وكذلك فاركو خسران من فيوتشار فحيبقى مباراة صعبة نفس الموضوع الإسماعيلي والاتحاد مباراة جمهورية الإسماعيلي وخسرته في الجولة الأولى أمام زد بيواجه الاتحاد اللي كسب مباراة بهدف مابو لولو لو اتكلمنا على حصاد الجولة الأولى في بطولة دوري نايل هنقول إن عدد الأهداف المسجلة في الجولة بلغ 19 هدف عدد رقلات الجزاء أربع رقلات جزاء أهداف من رقلات جزاء تسجل هدفين عدد الكروت الصفراء 51 كارت أصفر عدد الكروت الحمراء كارتين عدد التعدلات تعدلين يعني في سبع مباريات انتهوا بفوز أحد الفريقين ومباراتين بس انتهوا بالتعدل نفسنا عدد الكروت الصفراء دي يقل على قد ما نقدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر